موسيقى رسالة القديس بولوس الرسول الثانية إلى أهل كورنسوس الأسحاح الرابع من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الظهر قد أعمى أزهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسيا متهضين لكن غير مطروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتت الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائتي إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر سقل مجد أبديا ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية نعمة الله الآية بتكون مع جميعنا آمين من أجمل إصحات القديس بولوس الرسول لأنه بيتكلم عن قوة الخدمة وبيكرر في أوله وفي أخله كلمة لا نفشل لا نفشل لا نفشل رغم ضيقتنا أو رغم ضعفنا لا نفشل مهما كانت الظروف بيكررها دهية في العدد الأول في الإصحة وبيكررها مرة تانية في العدد 16 لا نفشله لكن الحقيقة الإصحة دهوت بيحط قدامنا مبدأ مهم جدا في حياتنا وفي خدمتنا في عدد 5 فأننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا لكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع وهنا بيحط المبدأ والأساس لمن يريد أن يخدم المسيح ويخدم الآخرين ويقدم المسيح دايما ذات الإنسان هي التي تحجب المسيح هنا بولس الرسول يقول لنا إحنا بنكرز بإسم المسيح يسوع ربا وبأنفسنا عبيدا ودي صورة الخادم الرائع اللي بيخدم عشان كده بيرجع في عدد 7 ويقول لكن لنا هذا الكنز فيه أوان خذفية ليكون فضل القوة لا الله لا منا لنا هذا الكنز المسيح فيه أوان خذفية الخذف طبعا اللي جاي من تراب الأرض طيون الأرض اللي زي الفخار كده لنا هذا الكنز فيه أوان خذفية خذفية يعني سهلة الكسر لكن عندنا كنز والكنز ده هو الذي يعطينا قوة والقوة ده هي منسوبة لله مش منسوبة لنا هو صاحب الفعل وصاحب العمل عشان كده لما قال في الأول لا نفشل رغم ضعفنا ما فيش فشل ويكلم وهيانا ويقول مكتقبين في كل شيء لكن غير متضاقين زي في عدد ثمانية بيشرح أن خدمة الطيق صح بنتعرض لديقات لكن بلا يأس لا يوجد يأس عند الذي يخدم المسيح نهائيا وبيختم الإصحة لهوته وبيعلمنا إزاي أن الإنسان يعيش بالإيمان يقول لنا كده إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوم في يوم شيء طبيعي الإنسان صحته كل ما تقدم في العمر أن الإنسان الخارجي يفنى إمكانياته الصحية بتقل بيبقى عنده ضعف في كل حاجة ويمكن ده تقرأ عنه بوضوح شديد في سفر الجامعة إصحة 12 اللي بيقول في أوله بذكر خالطة في أيام شبابك قبل أن تأتي السنون يعني تيجي فترة الشيخوخة عند الإنسان إنساننا الخارجي يفنى شيء طبيعي لكن الداخل يتجدد الداخل هو إيمان الإنسان والحياة بالإيمان ليه؟ لأنه مش بينزل للأمور الوقتية الخارجية هو بينزل للأمور التي لا ترى والتي لا ترى أبديا زي ما بيخدم الإصحة ده خلي دايما عينك على السماء عينك مرفوعة لإلهك مسيحك ضابط الكل وإنت بتنزل للسماء السماء الوسعة والسماء الصفية والسماء اللي عندها حلول كتيرة في كل شيء والسماء اللي بتنتظرنا ويكون لنا نصيب السماوي فيها خد بالك وانت بتمارس حياتك حتى لو تعرضت لأي متاعج يقول لنا كده في عدد 17 خفت ضيقتنا الوقتية هي اللي بتضفر لنا الإكليل السماوي ليناله كل إنسان فينا ربنا معكم ترجمة نانسي قنقر شكرا